موسيقى موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين الحلقة الخامسة هل المسيحيون كفر أم أهل الكتاب سلام الرابع عزيزي المشاهدي قناة الحياة المسيحية من هم أهل الكتاب ومن هم الكفر سلام ونعمة الرب يسوع يا أخواني وأخواتي بالرب اليوم نتكلم من القرآن مكتوب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين إن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم سورة البقرة 105 كل شخص يرفض الإيمان بالقرآن ومحمد يكون من المشركين حتى لو كان من أهل الكتاب أو اليهود أي الذين هم قبل الإسلام وهذا في نظر بعض المسلمين من خلال هذه الآية وهناك آيات كثيرة تنص على أن أهل الكتاب هم كفر هل هناك حرية في هذا الفكر؟ أو هاي العقيدة وين الحرية؟ وين الرأي؟ وين حرية الإنسان بالموضوع؟ وهناك يقول لك لا إكراها بالدين وإذا هذا مو إكراه بالدين لعد شنو؟ وين يكون الإكراه؟ إحنا مو ضد أي شخص إحنا ضد كل واحد يطبق تعاليم على الآخرين وما ينطحق اتخاذ القرار أنا ما عندي أي شيء ويا أخوي المسلم إحنا نحب أخوتنا المسلمين بس من حقنا نطلب بحقوقنا نطالب بأقل شيء اللي هي حقوقنا أطلب بحرية الرأي في الموضوع وعدم الغصب والغصب والنقاش وعدم الحكم على الآخرين منه أنا؟ منه أنت حتى تحكم يا إنسان بعدم إيمان الآخرين الله وحده اللي حق إله الحكم هو اسم الديان مو أنت يا إنسان حتى الدين وتأخذ مكان الديان وتقول هم كفر من أهل الكتاب ويعتقد بعض منهم مؤمنين هم الذين آمنوا بالله وحده ويأمنون بعده ورسوله عيسى بن مريم وماتوا على هذا التوحيد قبل وبعد محمد وسأل أحد الأخوة في الشيخ الجامع هذا السؤال هل المسيحيون كفر أم أهل الكتاب؟ يا حبيبي أنت تريد تعرف شيء عن المسيحيين؟ تعال اسألهم مو تسأل شيخ الجامع إذا أنت تسأل شيخ الجامع يسئل عن الجامع يسئل عن الإسلام والقرآن في هذا الوقت وفي هذا الزمان قام كل شخص يحتي على اللي يصرف له لو أنت تسأل عن أهل الكتاب روح لأهل الكتاب تعال واسأل إحنا نحتي لك عن المسيح ومحبة المسيح وكتاب المسيح وتعاليم المسيح احتي ويا أهل الكتاب من تريد تعرف شخص تسأل الناس اللي حواليه لو تحاول تتقرب منه إذا واحد راد يشتري بيت يسأل أهل البيت مو تجيران وذا يريدون يبيعون البيت مو تروح الواحد يحتي عليهم لو يدمهم يكفي هالكلام عندك عقل الله انطاك عقل حتى تستخدمه وإنت اللي تحتي على أهل الكتاب ما تعبت من تحتي عليهم والكلام اللي لا يودي ولا يجيب ميك في مفسرين ميك في فتاوي ميك في شعارات ميك في نحش بكيفنا يكفي نلعب بالكلام ونستخدم هذا ضد بعضنا البعض كل يوم نطلع بسالفة جديدة لو فتاوي جديدة هسا عدنا سالفة التطبير تطبير الأطفال يعني يجي الأب يلزم ابنه مهما ما يكون عمره حتى حديث الولادة ويتم ضربه أو طعنه بسكينه في الرأس أو مناطق أخرى من الجسد ويقول لك هذا من أجل فلان أريد أعرف منو علمكم هاي الطريقة بيا شرع ويا دين وين أكوهي تشي كافي تعبنا من الدم ما يكفي ولدنا يموتون قدام عيوننا ونشوف دمهم هسا قمنا نضرب ولدنا بيدينا لو يضربون نفسهم أنت تحب هذا الشي أو موجود في عقيدتك لو دينك روح سوي ببيتك شنو ذنب الناس تشوف كل هذا الدم كافي خافوا الله شنو هالعادات والتقاليد اللي تشرع أذية الطفل وتشوه جسم الإنسان بس كافي دم يا أهل العراق ما شبعنا لا إحنا ضد الشيعة ولا إحنا ضد السنة إحنا ضد كل من يقيد الحرية ويكون مقيد مقيد هو بحد ذاته إحنا ضد تدمير الطفل والإنسانية ارحم ابنك هو عطية الله إلك بركة الله في الأهد القديم من أحد يكون عنده أطفال يكون مبارك من الله إحنا قمنا نذبح ندمر هاي البركة خاف الله يلي تسوي بابنك هي تشيه الشيعة يطبرون ولدهم حلال والسنة يكتلون بأخوتهم ويكفرون هذا وذاك وتاهد لو يدزون ولدهم للجهاد لو يدزون ولدهم للتفجير وبعدين يقول لك هذا حرام وهذا حلال زين شنو هلعد الحرام هل الحرام أفكار الآخرين هل الحرام هم الكفر أهل الكتاب أهلكم وجيرانكم بس يكفي إحنا أهل البلد إحنا أهل البلد واحد إحنا كائنات جدا ضعيفة وإحنا مفترقين ضعفاء ولكن إحنا أقويا وإحنا مجتمعين خلونا نتوحد يكفي يكفي قتل وتسليب يكفي تكفير وتحليل وتحريم بكيفنا يكفي يا أهل العراق يا أهلي وناسي وحبايبي خلونا نسأل أخونا أيضا المفسر عن تفسير هاي الآية وقال يا أهل الكتاب تعالوا إلى الكلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلى الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإنه وتولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون من سورة آل عمران 64 هذا قول الحق هذا دليل على أنه إحنا مو مشركين ولا نشرك مو شغلي أي دين شغلي أقول لك آني أخوك وآني أحبك والله يخفر ويحبنا منو آني منو أنت حتى نحكم على بعضنا البعض وذكر تعالوا إلى الكلمة تعالوا إلى الكلمة الكثير من الأخوة في المسيحين والإسلام يتكلمون عن أهل الكتاب ومن هم هناك محور الحديث وهو الكلمة التي تحكم هذا الفكر الكلمة التي هي المسيح يسوع الكلمة عندنا هي المسيح يسوع لأن مكتوب عنه في يوحنى واحد واحد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله الكلمة هنا تعني الله والكلمة عندنا إحنا المسيحيين تعني المسيح يسوع حيث يقول في الكتاب المقدس في يوحنى واحد أرباطعش والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق الكلمة هي المسيح يسوع ونحن نقوم باتباع المسيح الذي هو مملوء نعمة وحق رب المجد وبالأخير اشهدوا بأننا مسلمون يعني مو شرط واحد يصير مسلم حتى يعرف الله بس أنا أحب أخوي المسلم بغض النظر عن أي فكر هو عنده ما يهمني الفكر اللي عندك يهمني أنه أقول لك أنت أخوي بالإنسانية والبلد لماذا يرسل الله شخص آخر بعد المسيح حيث يتحدث القرآن عن المسيح أكثر من محمد أحد السادة المعممين يشهد ويقول من القرآن يقول أن المسيح مميز حيث يشفي الناس ويغفر الخطايا وهو طاهر وهو يعمل المعجزات والقرآن يتكلم عن النبي الثاني عبس وتولى يعني آفهم وتركهم وكان الكلام السيد أنه ياهو هو أفضل أترك القرار لكم أهلي العراقيين معروف عن المسيحين المحبة والإخلاص والطيبة والأمانة مع احترامياتي إلى كل أخوتي من الطواقف الأخرى بدون ما أقصد أحد أو أجرح أحد أو إهانة بس من إحنا وصغار نسمع كتابك محرف إنجي لك محرف ويقول لك مع الأسف كل شخوش إنسان بس له مسلم وطلع قيب المسيحي إن هم مو مسلمين حابب أقولكم هالكلام هل الله ضعيف حتى ما يقدر يحمي كتابه اللي هو أنزله ومن هو اللي حرف الكتاب ومتى تم التحريف وإن الكتاب الغير محرف بس إحنا نكذب الكذبة ونصدقها ومن قام بتحريف كلمة الله هل الله ضعيف ما يقدر يرجع الحق لو محتاجك حتى أنت تقول محرف ما هي الأزاء التي تم تحريفها والعبث بيها إي هاي سنين نسمع هالكلام وما نشفنا شي بس كافي بس تجريح مو إحنا أخوان وأهل بلد واحد يقول لك الله سمح بتحريف الكتاب إي شنو هل الله ناقض نفسه وكلامه هذا كذب مكشوف عيني عينك إحنا نكذب متى تم هذا التحريف ما بيكم واحد يعرف ولا أكو أحد يعرف لأن هذا الكلام ما صار لماذا تقومون بتحريف كلمة الله هسه أريد سبب واحد مقنع مو كافي تعبنا من هالكلام ماكو مسيحي يحجى على أي مسلم بسوء إحنا نحبكم والرب وصانا أن نحبكم وأني أقول لكم أهل العراق بكل الطواقف هم أهلي وناسي يكفي نجرح بعضنا البعض هذا سني وهذا شيعي وهذا مسيحي وهذا صبي وهذا يزيدي وهذا كردي وهذا تركماني وبس الله يحبنا شنو حنسوي بعد ما نعرف خلي نشوف شنو صار بحالنا وين شنا ووين صرنا ونشوف حال بلدنا وأولادنا اللي ديموتون يكفي خلونا نتحد ولو بشي واحد ياهو إجانا نقعد نصفق نمشي وراه خلونا نصرخ إلى سامع الصلاة اللي اسمه رب الكل هو الله هو فوق كل هو اللي يرجع حق المسلوب أضعاف إلى كل مظلوم من كل ظالم أخواني وأخواتي إحنا ما نجبر أحد ولكن إحنا نصلي من أجل الكل مسلم وكل الطوائف الأخرى تعالوا إلى الكلمة تعالوا إلى المسيح لأن مكتوب في الكتاب المقدس المسيح هو الكلمة صلاتي أخي وأختي المسلم والمسلمة أن يفتح الرب عيونكم وأن تسمع كلمة الله وتدخل قلبك كلمة الله تدخل إلى حياتك وبيتك وتتعلم أن يتميز بين الظلم والنور وينير الله قلبك ويحميكم من كل شر وشرير وأصلي من أجل أن تعرف المسيح معرفة شخصية أطلب إلى الرب ويقول إذا أنت المسيح الله الذي يقول عن المسيحيين سمعني صوتك لأن المسيحيين يقولون أنت تحتي ومكتوب أنك إله الذي يسمع يسمع صلاة الآخرين ويأتي لك كل بشر إذا أنت موجود سمعني صوتك شوفني نفسك هل تحب أن تدعو الرب يسوع يدخل إلى حياتك لأنه يدق على باب قلبك باستمرار ودخول الرب يسوع إلى حياتك هو النور الذي يضيء الظلام فهل تدعو وتفتح له باب قلبك ليدخل إلى حياتك وتكون أفضل حياتك أتمنى أن تدعو الآن وتصلي بصوتك بإيمان وثقة هذه الصلاة التي تصلى مرة واحدة في حيات كل إنسان يقبل المسيح مخلص على حياته أما أنت اللي مصلي هذه الصلاة جدد أحدك مع المسيح خلونا نصلي أنا أؤمن أن المسيح هو مخلص العالم ومخلصي وأعترف أني إنسان خاطي وأؤمن أنه مات على الصليب من أجلي وحمل عني جميع خطاياي وأعترف أن المسيح هو رب وأدعوك يا رب أن تكون المخلص إلي والملك على حياتي أشكرك لأنك غسلتني بدمك الذي سفك على الصليب من أجل خطاياي وأطلب أن تسكن بقلبي بالروح القدس وأشكرك لأنك قبلتني ابن إليك وسوف أدبعك وأعطيك طول حياتي باسم الرب يسوع المسيح آمين تأكد أنك بعد ما انتهيت من هذه الصلاة في نفس اللحظة سيكون المسيح في حياتك وقلبك وقد صرت ابن لله وقد غرفر الله كل خطاياك وأن اسمك قد كتب في سفر الحياة والرب يسوع يبارك الجميع أخي وأختي سلام المسيح إلى حياتكم وإلى قلوبكم الرب يبارككم في هذا اليوم ستكون الحلقة القادمة الحلقة السادسة النازحين أو اللاجئين باسم المسيح من هم وما هو السبب تابعونا على قناة الحياة سلام الرب يسوع إلى قلوبكم بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة